نجينا مدة عشر أيام أكيد يعني عن جدوش يصار صافي هي الفراولة الفراولة لو إحنا من نجي لو انتبهتوا صبايا من البداية أشرة الفراولة فيها خشونة شوائية يعني نقول مثل البيلنج فهمت يا علي كيف هذه الفراولة بتكون طازة كتير مقطوفة لسه وشغالة فإحنا لما نمسك حبتين بضلوا الخلايا هذا الخش الموجود فبيعمل هو أنت نما ندعك البشرة من الأسفل للأعلى منعمل بتلاقي البشرة أشرت ومناخد شغلات كتير حلوة وبتطلع هيك حمرة وردية كتير كتير كمان ناخد اتصال لألو صباح الخير نادية شكرا صباح شكرا الحمد لله كيفك انتي حبيبتي تسلمين هو عم تحكينا تحكي ما مش مخالي اه تفضلي بس منه عم تحكينا نادية مدلكم تقال بشرة أنا عندي بشرة عندي كنف بزين كنف كلاف مزمن كلاف مزمن كلاف مزمن خمسة عشر سنة وش ما بعرف يعني برّة أنا جيت برّة عليك عمل تلي جلسة و تلي جدي كمان جلستين يعني هو بلّك يعني يروخ يعني كلاف اللي بوش بس انتي مطحني أحيان من جلسة آجة بس انتي خليل أنا ببعب مش منذكرك أخت نادية بس أهلة و سهلة فيك يعني أطاعت يعني صراحة أطاعت لأني سفرت أطاعت أطاعت بشكرك جدا على اتصالك لكن انتي بالجلسة الأولى استفدت عنا باستفدت في مشاكل الكلف عم بتقولك بداية روح أطاعت لي شرقين وعنا أطاعت لي زبارة أوكي أنا بتمنى منك أختي كمان مرة اتراجعيني إذا في بقايا من الكلف منقدر متل مراحب الأول مرة منقدر نقيمهم الكلف المزمن هو نتيجة يعني نقول عن الحبل وعن الولادة وعن كذا وعن أشعة الشمس وعن مشاكل نفسية وعن مشاكل عصبية وعن من الإشارة من هون كتير كتير وعن أشعة الشمس وعن الهواء نحلها بالبداية تدريجيا شوية شوية أنا بشكرك أخت ندا اللي بالبداية اتصلت فيه وقلت لي أنه راح وخففنا هالمشكلة هاي وإن شاء الله ربي إحنا بنقدر نساعدك في الجلسة التانية لكي نخفيه نهائيا وترجع بشرتك تمام وبشكرك على اتصالك أخت ندا شكرا إليك ست نادية ندا ولا نادية نادية حلق نكمل حكينا عن الفراولة قدم نيح على الوجه قدم تشيل أضرار الشمس منيح البطيخ لم أعرف البطيخ لم أعرف البطيخ في موسم البطيخ كتير حلو هلأ قشرة البطيخ أكلناها احنا بظل اللب الأبيض بين القشرة الخضرة والحمرة والحمرة في ظل هذا كتير كتير ستعت حتى في مصر يعني نرجع للأخت منا الرحاحلة ونرجع لخبراء التجميل أحبائنا في مصر حتى البطيخ لو مسكنا القشرة هاي ومسحنا فيها البشرة بتاخد طبقة من الخلايا كتير كتير حلو وفي فيتامين الشقفة هاي مسكناها شقفة البطيخ التانية مسكناها من هون عم تعطي شغلة كتير حلو لاحظة لو استعملت في موسم البطيخ مرتين ثلاثة في البشرة بتلاقي يعني مرتين ثلاثة في الأسبوع مرتين ثلاثة في الأسبوع لكل أنواع البشرة وحتى مع احترامي للسيدات والأنسات اللي عندهم شعر كمان اللي عندهم الزغب بشعرهم البطيخ عم بخفف تكنيك الشعر إشرة البطيخ وليس البطيخ يعني ناكله الإشرة عم بتخفف عم بتخفف اللي هو الزغب الشعر الأشعر وبدأ أنصح شغل لوحد الصبايا إنه التشئير بالكيميكال كتير الصبايا عم بشعره وجوههم بتلاقي شوية بودرة وأكسجين وعم بتشعر البودرة والأكسجين في التشعير عم بتزيد تفاعل الكيميكال بين الشعره والحلمة الشعر وبصائلة الشعر شعرنا اليوم كتير حلو عم بتعطيها سماد ولكن مستقبلا بعد شهر بعد شهرين بتلاقي الشعر كثب أكثر وصار عندنا كثافة في الشعر وخاصة في منطقة الشعر ومنطقة أسفل الدعن من التشئير وخاصة الصوالف كتير كتير فأنا بنصح كل شيدي في عدم التشئير لأن مادة كيميكال لازم موجودة كتير وهي عم بتعطي كتير مش حلوة للبشرية يعني أوكي بالبداية بتلاقيها حلوة شعرنا هالشعره من السودة لشعره أحكي معك في هالموضوع أكيد بس ناخد نور أحمد ألو صباح الخير ألو صباح الخير كيفك ألو صباح الخير صباح نور تفضلي صباح نور تفضلي الله يسلمك أهليم كيفك الحمد لله كيفك أنت شكركو بعالبرنامج حلو حاليك تتسلمي الله يسلمها يا رب شو بتحب تسألي مسيو خليل نور بدي أسأل الأستاذ يا أدي في خلطة طبيعية للبشرة للكلف للكلف شو بشرتك دهنية عادية لا عادية العادية لا منعطيك أكيد ماسك على الهواء خليكي مع مسيو خليلو مشكل اتصالك شكرا لك أعطيك العافية الله يعافيك أهلا نقول بالنسبة للبشرة الأخت الكلف للكلف عنده طرق مشاكل كثيرة مثل ما حكينا في البداية اللي عندها كلف مزمن واللي عندها بداية كلف اتراجع خبير التجميل مشان نشوف شو بنا نعطيها أما بالنسبة أنا مش مصنع أن أعطي خلطات أنا بحكي بالعلم وبطريقة التجربة اللي أنا اشتغلتها منعطيها الوصفات اللي بتعملها وهذا بالبيت الكلف زي ما ذكرنا احنا في البداية أنه طرق بيجي عن تسبغات جلدية من أشعة الشمس من الكلف من الحمل من طريقة شغلات تانية ولكن احنا بنقول كيف نحافظ بشرتنا كيف نحافظ على طريقة البشرة وكيف نعطيها اللي نخفي هالاسبداد وهالكلف شو الكلف تسبغات تسبغات أدرار الشمس يعني أدرار تسبغات أسباحة والكلور والكذا والمي الشغلات التانية ونتجة الأكل كمان والهرمونات فإحنا بنقولك دائما أنت استعملي كما دعت باردة عندك بالباد ولا تحطي يعني شوفي اللي عندك ما في فاكهة ما في فاكهة إلا جيدة وبتعطي للبشرة طبيعة جدا التفاحة ميحة للبشرة الخيار المليح الفراولة المليح الليمون إشرة الليمون حلوة حلوة كل شيء فيه إشرة من الداخل فهو عم بمسح البشرة وبعطينا كثير أكيد لا أنا طبيعي بظل ناخد اتصال من المروح عصير المنجة كثير كثير للبشرة كثير كثير المنجة في الموسم هيدا قبل شهر كانت ممتازة جدا فهمت عليك كيف تفضل؟ ناخد اتصال من المروح له صباح الخير صباح الخير كيفك؟ حمد الله كيف كنت؟ نيحة ممكن أحكي مع مسيو خليل؟ أكيد تفضل ليش متحب تسألية؟ كيفك مسيو خليل؟ احتراماتي ستنا أهلا وسهلا فيكي بدي أسألك سؤالين أول سؤال بدي كيف يعني الشعر بديها يكون ناعم لهيك خلطة لتناعم الشعر تكرم عينك والسؤال الثاني يعني كيف بأخلي البشرة فيها هيك لمعة ولون ورد حيو تكرمي تكرمي يا ستنا إيش نوع بشرتك مروح؟ هي وسط يعني إيش دهنية كثير مختلطة 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 يعني هي الدهنية من هاي المنطقة؟ تلات مناطق؟ طعا يعني هات الشيء خلص مروح خليك معنا وبشكرك بالنسبة للشعر أنا بنصح كل سيدي كل سيدي بالوطن العربي سواء شعرها في طعجي أو سواء شعرها ناعم وطويل أو سواء شعرها كراء أو دالكتاف أو كراء ديقرداء نقول في الحكاية هيدا اليوم نزل مستحضر كتير 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 حكينا عنه إحنا بغدة خلقاتنا وهو البوتكس البوتكس يا جماعة يا سبايا البوتكس كتير كتير حلو بنعم الشعر بفرد الشعر بعالج الشعر في فراغات بالشعر عم بعطيها تكنيك للزغب بالشعر أو المنطقة عم تعطيها تكنيك حلوة كتير بفرد الشعر بريحك من الحمام دائما كل يوم حمام مسيسوار بدلو شعرك أفضل إحنا ما نحكي مثل ما أخوت أحلام عم تحكي دائما الحكي الجرائد كزاو كزاو إلى آخرته فيما معه نكمل معك مسيو خليل بس ناخد اتصال اليوم الاتصالات كتير على صباح الخير دعنا or السلام عليكم وعليكم السلام الحمد الله لم اتبقين لأني 제가 أحكمك مسيو يحميك الله لأحبك كتير ومتبيعك دائما الله يخليك يا رب عمرب Winde لا أعرف عمريك يا دانا عمريك 31 31 اسم الله عليك صوتها صغيرة 18-19 نعم صوفتك هيك أل من عمرك اسم الله عليك عجب طيب انتي قلتلي شعرك بتساقط مش هيك طيب هلأ بجاوبك على هالسؤال بإذن الله تعالى بس عابين ما أجاوب على السؤال اللي عبلك تكرم عينك شكراً إليك بعيدة أنا بس في كانت بدها خلطة للبشرة الطبيعية هلأ أنا أعطيها العادية وفيه كمان خلطة للبشرة تيزون أيش بنقولها لتيه وخلطة كمان للشعر لفرد الشعر حسنا خلطنا أسلتهم بدأ نجاوب على هذا أكي احنا قلنا في البداية إنه البوتكس كتير كتير بنعم الشعر وعم بفرد الشعر وعم بلاعب بعالج الشعر هلأ الستات تفكروا البوتكس للشفايف وفلاير وكذا والآخر تفهمها ما لا فيهو مستحضر اسعلى اسم مستحضر ولكن هذا بالتجربتي الخاصة وأنا اشتغلت فيه لفنانات كتير ولصبايا كتير عم بعمل تكنيك حلو الشعر ملمسها بصير حلوة كتير لا ريحة ولا كيميكهلز ولا اشي مشتقاته من الحرير ومشتقاته علم كبير وواسع فأنا بنصح كل سيدي إنها تستعمل هالبوتكس هذا لفرد الشعر أفضل لها من المستحضرات التاني وأفضل ما بنعمل دعاية لهالشي هيدا ولكن خبرتي أنا في التجميل شفته إنه كتير منيح بالنسبة للبشرة أنت إذا بشرتك دهنية الدهنية حلقت في البوسم هذا نقول موسم الشطع عم تعمل البشرة من نشاف النشاف هذا عم ديفرج هالمادة الموجودة في هالبشرة بيصير إنا استريتش مارت بيصير إنا أحبوب بيصير إنا مشاكل فأنا بنصحك إنك تراجعي خبير تجميل لكي يفحص البشرة إيش فيها عندك أو الحكيم لكي إحنا نقدر نوصل هالملحوظة لإلك أما خلطة بالبيض ذكرت كثير ذكرت الحليب ذكرت اللبن ذكرت الخيار ذكرت شغلات كثير لكن اليوم إذا في عندك يا صبيي تقيحات والتهابات دهنية كثير فعصير الرمان كثير كثير منيح للبشرة عصير الرمان مفيد جدا للجسم كمان وعم بعمل كثير حلو الخلايا السرطانية مفيدة؟ نعم عم بنشف محل البشرة ما بيخلي بنشف محل الحب أو الدهنيات الموجودة في البشرة عم بيسكر المسامات اللي لا لق إليك فهمتي عليك كيف عم بعمل تكنيك حلو كتير جميل جدا اللي هو في محل الحبع لما بتطلع في حبوب البشرة للصبايا للسطاعس والسبع طاعس في أثناء الفورة لقلها أو إيش هيك بتلاقي الحبق الطبعت هون فهو رأسا بشدد هالخلايا وبخليها تشتغل وبقيم محل هالحبق الموجودة وبنصح كل سيدي تستعمل عصير الرمان لبشرتها وكثير كثير مفيدة تفضلي هلأ هلأ إحنا جوابنا على خلطة طبيعية لجوابنا نعم للبشرة اللي قلنا الفيشل فيها عندها مشاكل الحبوب وعندها مشاكل دهنية أخذنا يعني هلأ لما ألبس سوارة أو أكسسوريز معين سوارة حلاء خاتم التحسس اللي بتصير بالبشرة الحمرار كيف بعالجوها هلأ فيه صبايا كتير بالبسوس هنا صيل بتلاقي عندها محل فرقبتها كتير احمرار وبتلاقي خبط موجود فهمتي علي كيف وإذا نبست خاتم طبعا مش دهب يعني لأنه دهب ما بيعمل حساسية حساسية إطلاقا هو هذا معروف لكن نلبس مثلا خاتم حديد ما نقول حاتم بيين شكله جميل أو كذا أو إشي هيك هيدا بيعمل عندنا ركت نسطفل في البشرة شو اللي بيصير اللي عندنا الحديد على حديد بيصير عندنا تكنية فهمتي علي كيف الجسم بيرفض هالشي هيدا برفضه مثل أنت أكل ما بتحبيها عم بتلاقي رفضها هالجسم لهيدا والجسم عم برفضه احنا منقدر نقول قبل ما تحطي هالحلق أو تحطي هالسنسال أو الاكسسوار الليك الحلو عم تعملي إليك تدهني جسمك إكرام مرتب اللي تعمل عازل بين الطبقة هاي والطبقة هاي بين الاكسسوار وبين جسمك جسمك يعني ما فيه أنه بيصير عندنا تحصص وما بيصير عندنا كذا فإحنا نعمل حاجز بالكريم مرتب للجسم لعليك فضل آها هل نطلع على فاصل وخليكم معنا نكمل حلقتنا لليوم برنامج جيت ببعتك يا خليل يا ريح ثواري بس يجلي راحة عندك مشكلة بالشعب حواجبك بشفايفك بالبشرة بدك تنحل مشكلتك ما عليك إلا تتواصلي معي في برنامج جيت ببعتك يا خليل أرجونا لكم مشاهدينا ورح أكمل اليوم حلقتي مع ميسي خليل ميسي خليل في قبل ما أبدأ حلقتي رح أحكي أرقامك للتواصل معك أرقامك الشخصية هي 07995588 لا خلينا أعطينا إياه أنا خلبطي هيك أرقامي الشخصية 07958877 075005 الرقم الثاني 0799629290 هدول أرقامي الشخصية وأنا تحت على أي اتصال بقدر أجاوبكم تحت الهوى بإذن الله تعالى أرقامي الشخصية